الخمس أيام الماضية خلاص تكلمنا عن بناء الزات العبد المبدود القرآن هو اللي بنى كل ده القرآن هو اللي نور الزوات نور الزوات بمعرفتنا بخمس حقائق خمس حقائق لو عرف الإنسان هيبقى إنسان ذاته منورة عندما يعرف أنه عبد مبدود عندما يعرف أنه عبد مكرم عندما يعرف أن هذا التكريم أيضا لم يترك ولكن أضيف إليه أنه مدبر لا ولابد أن يكون ساعيا لكي يستثمر كل هذه الأنوار ثم بعد ذلك ينغمس في هذا الوسع الذي كتبه الله لا هذا الإنسان جاهز أنه يعمل جاهز أنه يتحرك إلى الحياة يتحرك إلى الحياة أول حركة للحياة لهذا الإنسان بتكون في المساحة القريبة منه وهي مساحة الأسرة مساحة الأسرة هي الملف التاني اللي هنتكلم عنه واللي هنرجو أنه إحنا نستطيع أن القرآن يبنينا فيها وأول حاجة بيبنيها القرآن فينا في معنى الأسرة أن الأسرة قيمة يعني إيه أن الأسرة قيمة؟ واحدة واحدة معنى أن الأسرة قيمة معناها أنه معنى متى أضيفت إليه الأشياء ارتفعت مكانتها يعني إيه؟ لما أقول لك الأسرة فتقول لي والله ده شيء جميل أوي لما أقول لك مثلاً الاجتماع الأسري آه يبقى إذا اجتماع خاص ما كانت عالية مش حاجة تفهى طب الأسرة جابت هذا المع هذه القيمة منين؟ هذه القيمة المباركة التي حدثت للأسرة إن الأسرة أقرب مكان يمكن أن تتجلى وتظهر فيه الزات المنورة التي اتكلمنا عنها وعشان كده الأسرة هي محل للقيم المباركة التلاتة اللي هي الرحمة والسكينة والمودة وعشان كده يأتي قوله تعالى في بدايات الكلام في بدايات سورة المائدة ويأتي قوله تعالى الآية التي سنتكلم عنها اليوم وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحدي يجي يقول لي هذه الآية تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن التعاون على البر والتقوى وإحنا الآن بنتكلم عن مجال الإيه؟ مجال الأسرة وأنت تقول بأن الأسرة قيمة نعم الأسرة قيمة قيمة لماذا؟ لأنها هو أول مساحة أستطيع أن أتحرك فيها لكي أمارس فيها ماذا؟ لكي أمارس فيها فاعلية العبد المنور فتبتدي فين؟ وتعاونوا آه تعاونوا يبقى فيه اتنين بقى يبقى فيه على الأقل اتنين هيتعاونوا ولذلك هتجد وتعاونوا على البر والتقوى هتجد أن البر البر في الناس البر في الناس عندما يتحول إلى الأسرة يتحول إلى مواد ورحمة يبقى إذن هو يتكلم عن البر والتقوى والبر والتقوى هو الذي به يجتمع السكينة والرحمة والمواد السكينة والمواد والرحمة بيساووا البر والتقوى يبقى وتعاونوا على البر والتقوى يعني عيشوا في سكينة وفي موادة وفي رحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هكذا قال الله سبحانه وتعالى وعشان كده على اللقاء ده نفهم من قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم موادة ورحمة فالزواج أول مقتضيات سكن الأرض على فكرة الزواج ده هو أول علاقة كانت على الأرض وهي أكمل علاقة بتكون ما بين البشر وهي أطول علاقة ما بتكون بين البشر وعشان كده كان أهم تطبيق للتعاون على البر والتقوى كان الزواج بس الزواجي الزواج القيمي مهم أول أن نفهم حكاية الزواج القيمي دي إن الزواج هينتج إذا كان الزواج قيمي هينتج معنى الأسرة والأسرة هي الحالة التي تتكون من الزواج فالأسرة نفسها بتتحول إلى قيمة يعني إيه؟ يعني دم أقول لك أنت إيه أول ترتيب تلات قيمة عندك تقول لي الحب والمسئولية والأسرة هي الأسرة مالها؟ آه لأن إحنا مفهومنا عن الأسرة إن الأسرة قيمة الأسرة مش محل للجواز بس لا دا الأسرة قيمة أستطيع أن أنا أقول الحب الأسري أستطيع أن أنا آه أستطيع أن أنا أوصف الأشياء بالأسرة لأن الأسرة انتقلت من كونها حالة إلى كونها قيمة معقولة؟ أيوة وإحنا للأسف أكبر حاجة بنواجهها في حياتنا دلوقتي هو إهدار قيمة الأسرة هي الأسرة قيمة؟ نعم الأسرة قيمة واللي إحنا بنعمله ده من أجل الأسرة ده بنعمله من أجل القيمة زي ما واحد بالزبط بيعمل كل مجهوده عشان يحافظ على قيمة الأمانة فما يغشش فما يسرقش عشان يحافظ على الأمانة وكذلك هو بيجتهد عشان يحافظ على الأسرة لأن الأسرة في ذاتي قيمة فالستة لما بتحافظ على بيتها والراجل لما بيحافظ على بيته بيحافظ على بيته لأن الأسرة قيمة وعشان كده لازم نعرف أن سيدنا قدم لما استوطن الأرض كان يحتاج إلى الزواج لكي ينتمي إلى الأرض فالزواج جزء من مفهوم الحياة والأسرة جزء من مفهوم الحياة بالعكس احنا بنفهم أن الأسرة أحد أهم الحوافظ والحواضن للحياة يعني لو تصورنا أن الأسرة تروح إيه اللي يحصل؟ الأسرة الحياة تروح وعشان كده لما كنا بنقوم الأفكار لهذا الدامة اللي بتحاول تهدم خمس حاجات اللي هم الفايف اندز وتنهيها كان أحد النهايات اللي هم عايزين يخلصوا عليها الأسرة وعشان كده احنا ليه متمسكين بالأسرة؟ لأن الأسرة قيمة ونفضل نقول إن الأسرة قيمة والأسرة مش متعة ولا لزة لكنها جزء من مفهوم الحياة لأنه مش بس بيسببنا التكاثر والناس لأنه ممكن الناس ما يخلفوش في الأسرة لكن لأنه بيوجد معاني في الحياة لا تكون إلا مع الأسرة ولذلك تلاقي أنت لما تتجاوز ما تبقاش بتفكر كفرد بقيت بتفكر كزوج فبقى خلاص الجزء الآخر التكوين الآخر بقى جزء من شخصيتك أنت بتفكر كزوج وعشان كده يبقى مفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه بقى جزء من شخصيتك يبقى لازم نعرف أن معاملة الزوجين لبعض أعلى درجات العبادة وحضرت النبي قال كده واللقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة وهي كمان من أعلى درجات العبادة لأننا عندنا قاعدة في الفقه وقاعدة في الشريعة بتقول أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله واللقمة ترفعها في زوجتك صدقة وللأسف الجيل اللي احنا بنعيش معه دلوقتي عنده مشكلة في العلاقات بعامة عشان هو بيعايش فردانية وبيتمحور حول ذاته عشان كده لازم يتعود على الاندماج في الأسرة عشان بالتالي هيقدر ينتمك في الدائرة الأوسع ويدارة المجتمع فإذا هو ما قدرش ينتمك في الأسرة ما تطلبش منه انتماء فلزاك أول انتماء لازم نحفز الناس إليه هو الانتماء إلى الأسرة باعتبارها إيه؟ عفض العيد طول الحلقة باعتبار للأسرة قيمة ولذلك اخترنا النهاردة الجزء من الآية في الجزء السادس من سورة الآية التانية من سورة المائدة وهي تعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ليه يبقى إذن هذا التعاون يأخذنا إلى هذه الدواء المتعددة يبقى أول دايرة عتق بنا هي داورة الأسرة فلو تعاون الإنسان في الأسرة هيقدر يتعاون في المجتمع ويقدر ينتمي إلى الوطن ويقدر يعمل دا وذلك الطائرات المتطرفة والطائرات وأصحاب التدين الكمي كان عندهم مشكلة إنهما لازم يختطفوا الأولاد من أسرهم فالأسرة لازم نعرف حاجة مهمة جدا عشان نعرف إن الأسرة إيه اللي خلها قيمة إن الأسرة مولود جديد والأسرة مولود جديد بيضيف إلى المجتمع آه بيضيف إلى المجتمع قيمة إضافية يبقى إحنا لازم نخلي والرب الناس في كل أسرة جديدة إنهما يبقى قيمة إضافية في المجتمع فلازم نعتني بالأسرة عشان تكبر ويبقى فيه قيم إضافية وتكبر بشكل صحي ويبقى العناية بيها بتيجي من البر والتقوى وما يكونش بر والتقوى إلا بأب رحيم وأم رحيمة وبينهم مودة ورحمة من الوقت بنشوف الزوج بقى بيرجع بالبيت بتأخر زي ما بيقولوا كده بيرجع وهو مستوي فزوج تحطوله الأكل يأكل لوحده وما يشوفش أولاده ولا يأكل معاه ولا الأولاد يروحوا ويقعدوا مع أبوهم يا دوبك هو بيروح يطلب منهم إنه هو يأكل فيأكلوا وهم يا دوبك بيطلبوا منهم مصاريفه بس هو ده اللي بيحصل بس ده مش هو ده المفهوم الصحيح عن الأسر زي ما قلنا عشان ما يبقاش فيه أي قطيع في الأسرة لازم يبقى فيه اندماج وبقى الناس فردنيين بدرجة عالية زي ما أبريكيدا تكلمنا كل واحد بيقعد في قطه ما فيش حد بيقعد مع التاني فكان لازم إن الأسرة كلها تتجمع على صفر واحدة ويأكلوا سوا مع بعض ويحسوا إنهم مسندين وعشان كده فيه شوية إجراءات لازم نعمله عشان نحس بالكلام ده كله أول إجراءات لازم نعمله إن احنا في رمضان بالذات رمضان بيحب اللمة مش بس بيحب اللمة رمضان بيحب الأسرة تاني رمضان بيحب الأسرة عشان كده فيه صلة أرحام وعشان كده لازم نبتدي بإن الأسرة كلها تتجمع كل يوم على الفطار نحاول بقدر الإمكان نعمل ده وبحمد للمصريين عادته منهما يتجمعوا على الفطار ومحدش يغيب من الأسرة دي لازم نجمع على الفطار تاني حاجة لازم نتكلم عنها كمان إن كل فرد من أفراد الأسرة لازم يشارك في البيت إيه اللي يعمل السلطة واللي يجيب العيش واللي يحضر السفرة ده أشياء مهمة جدا جدا عشان نعيش مفهوم الأسرة وكمان لازم كمان يخلي بالنا إن مفهوم الأسرة كل واحد فينا لازم يقول لحد كلام إيجابي عنه عشان يحس إنه مندمج معاه خلينا كمان نجعل البيت جزء من عبادتنا ونخلي كمان ليه حظ من الصلاة بتاعتنا وليه حظ من صحورنا ونعمل الكلام ده على إنها عبادات عنكمل كلامنا كمان على إن زي الأسرة تفضل قيمة والإجراءات اللي نعملها في رمضان ونستثمرها في رمضان عشان تفضل القيمة دي قيمة إضافية في حياتنا وتفضل للأسرة محافظة على كياننا وتفضل للأسرة كمان محافظة على إيماننا الأسرة مش جاية عشان تحافظ على الكيان فقط الأسرة جاية عشان تحافظ على الإيمان يا رب جعلنا من المؤمنين المحافظين على منة رب العالمين اللي هي الأسرة